وتنزل له الهدية اللي قدمها الجمهور النادي الاهلي محمول عبد المنعم الكهربا اللي هنتكلم عليه تفصيليا دلوقتي محمول عبد المنعم الكهربا اللي جاي من فترة غياب سبع شهور اللي كان اخر مباراة لعبه من 19-5 وبيلعب في الدوري التركي مع تاي سبور وانه لما ييجي محمول عبد المنعم الكهربا من بعيد ست شهور يا كريم ست شهور ويبقى المهاجم الاول للنادي الاهلي وهو من امتى محمول عبد المنعم الكهربا أنا عايز حد يفتكير لمحمود عبد الماني المكهربة باستثناء مباراة المنتخب الشهيرة أمام المغرب لما سجل جول لفوز للمنتخب المصر أمام المنتخب المغربي إمتى لعب محمود عبد الماني المكهربة كمهاجم؟ عمره ما لعب كمهاجم لما أنا جيب بقى لعيب ما بيلعبش بقاله سبع شهور وغير مركزه واطلب منه أنه يلعب مهاجم وإيه المحصلة؟ محصلة بالنسبة لي هي محصلة إعجازية لمحمود عبد الماني المكهربة مع الرجل ده أتكلم على 14 جول هو المسجل الأعلى مع مرس الكولر فأدي أمن الموسم كريم؟ في 1400 دقيقة في 6 شهور أقل من 6 شهور كهربة لعب بداية 8 يناير فلما أتكلم على لعيب لعب 6 شهور مع مرس الكولر جاب 14 جول 14 جول 6 شهور مش كل المباراة يعني بقولك 1400 دقيقة ده معدل قليل لما تتشيجي تشيب محمد شناوي لعب في الموسم كم؟ 4000 دقيقة وي ده اللعيب للعب معظم المباراة فاقم أنه غاب عن بعض مباراة بتروت أفريقيا فلما أقولك 1400 عشان أستنسب بس هي 1400 1400 دول أنا بقولك أن محمد شناوي أكتر لعب لعب أكتر من 4000 دقيقة فب 1400 دقيقة بس يعني تقريباً إيه التلت؟ قرب التلت لعدد المباراة اللعبية محمد الشناوي كعدد دقيقة عشان أتكلم أنت بتقارن ليه مهاجم بحرس مرمى فلما تيجي تقارن الاتنين ببعض وتتلاقي أن لعب ده لعب أقل من تلت مباراة الموسم أقل لأن الشناوي ملعبشوا مباراة كاملة أقل من التلت وفي نص موسم في نص موسم مش كل المباراة بيسجل 14 جول هو النادي الأهلي لما هيروح يتعاقد مع مهاجم كان هيجيب مهاجم في ناير كان عايز يجيب له كم جول نفس المعدل من إمتى في مهاجم بيجي الكرة المصرية بيسجل أكتر من 28 جول لو أتكلم عن الموسم كامل 14 و14 يعني مين مهاجم بيجي نسجل 28 جول هدا فين الدوري بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم في 16-17 طول وقت عازت كريم شوان كريم فؤاد عشان الناس نسيته بس كريم فؤاد ربنا إيش فيه يعني إن شاء الله يرجع بسرعة كريم فؤاد بالنسبالي هي كان باكورة أعمال مارسي الكولر كريم فؤاد أول علامة حطها مارسي الكولر قال يا جماعة أنا مش جاي أشتغل على اللي موجود أنا مش جاي أكل عايش بالبلدي